زار السفير النرويجي لدى العراق اسبين ليندباك محافظة نينا والتقى حكومتها المحلية وأجرى خلال اللقاء بحث ملف الدعم المادي والإنساني الذي تقدمه النرويج للمدينة وفي مقدمته رفع الألغام والمتفجرات والمخلفات الحربية هذا وأكد السفير النرويجي أن بلاده لا تزال تقدم المزيد من المشاريع بغية إعادة الاستقرار إلى المحافظة الزيارة إلى نينوى تركت انطباعا إيجابيا لدي ولدى المرافقين وهذا يذكرني بالدمار الذي شهدته نينوى ومدى الآلام والمعاناة التي قاساها الناس في المدينة تحت سيطرة داعش وبعد أن غادرت داعش لاحظنا أنهم تركوا خرابا ودمارا كبيرا في المدينة من خلال المصائد والكمائن وكذلك كمية الألغام التي تركوها وقد لاحظنا ذلك بالتحديد في مدينة تلكيف أثناء زيارتنا لها كما ناقشنا اليوم مع سيادة المحافظ التقدم في عدة مجالات وعملية إعادة التأهيل والبناء في المدينة وفي مشاريعها وبالتأكيد سعداء بهذا التعاون القائم بيننا وقد لاحظنا خلال زيارتنا أمس وشاهدنا بأم أعيننا مشروع إزالة الألغام وكذلك لاحظنا خلال هذه الزيارة إعادة الأراضي إلى الناس وتأهيلها لكي يعودوا إليها من جديد لذلك دخلت النرويج في مشروع مدته ثلاث سنوات من خلال مبلغ مالي يبلغ 12 مليون دولار في هذا المجال قدمنا الدعم لمحافظة نينوى على مدى الخمس سنوات الماضية بتقديم 250 مليون دولار في المجال الإنساني ومجال إعادة الاستقرار للنازحين كذلك قام المجتمع الدولي بوضع الأسس لدعم المنظمات ونتمنى من المؤسسات والمنظمات العاملة أن تستمر في عملها في المجال الإنساني والمجالات المختلفة الأخرى